مذبحة الناصرية أو مجزرة جسر الزيتون كما تسمى واقعة أليمة يستذكرها أهالي مدينة الناصرية بعد مرور عامين على ارتكابها وقعت الحادثة في 28 من تشرين الثاني في عام 2019 عندما أطلقت قوة ترتدي زية رجال الأمن النار على المتظاهرين قاموا بإغلاق جسر الزيتون وسط المدينة الواقعة التي تعد الأكثر دموية في احتجاجات تشرين أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المحتجين وأثارت غضبا عارما ومطالبات بالقصاص من المتورطين فيها ورغم أن المشاهد التي توثق الحادثة كشفا عن تورط عناصر بزي قوات عسكرية بإطلاق النار المباشر على المحتجين إلا أن هويتهم لم تكشف لرأي العام ولم تتم محاكمتهم كما يرجو أهالي الضحايا اليوم السنة الثانية لمدزرة جسر الزيتون ومن خلال واحد عشرة ولحد الآن بداية مجازر استشهاد ولدنا تسويب قضايا عدم محاسبة القتله عدم استلام أي حقوق لعوالي الشهداء شكلت الحكومة السابقة لزنة لتقص الحقائق ضمت موثلين على المكتب القائد العام القوات المسلحة والعمليات المشتركة وجهاز المخابرات والاستخبارات ولزنة الأمن النيابية وبعد مرور كل هذا الوقت أصدر محافظ ذيقار أحمد الخفاج اليوم بياناً أكد فيه أن التنسيق مستمر مع القضاء لاستكمال إجراءات محاكمة المتورطين بالحادثة وهم اعتبره ذو الضحايا مماطلة وتسويفة مرور سنتين على الشهداء أولادنا الأبطال الذي وحوا أنفسهم ضد الفاسدين طبعاً ولم لحد الآن ماكوا بتسليم أي قاتل للمحاكمة وإحنا نطالب بحقوقنا وحقنا وتسليم القتلا للحاكمة وللتأكيد على مطلبي محاسبة القتلة شهد جسر الزيتون اليوم مسيرة استذكار للضحايا في واقعة مثل السبب الرئيسين في الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي ومحافظ ذيقار السابق وتغيير مناصب أمنية عليا في المحافظة